طيب الأخت أم غلى تحكي لنا أنها يعني عاشت هذه الخلافات مع أخواتها أول رسالة في هذا الموضوع أيها الآباء والأمهات إنما تصنعونه من التفرقة في تربية الأبناء هذه نتائجه قد لا تظهر بعض الخلافات أثناء وجودكم في الحياة إنما تخرج بعد انتقالكم إلى الدار الآخرة وتبدأ بعض صور الانتقامات والخلافات من جرائي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال للصحابي قال أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا يا رسول الله قال أشهد على هذا غيري وكل ما عشت بصور العدل والتوجيه والترابط ودعاء الله عز وجل وأن تحرص على أن تدعو الله لأبنائك أيضا أمامهم الدعاء للأبناء في نقاط ودي أشير إليها مهمة دعاء في الخفاء ودعاء في الجلاء ودعاء في الملاء دعاء في الخفاء بينك وبين الله تدعو الله عز وجل لهم جميعا ولكل واحد منهم ودعاء يسمعونه منك في الجلاء يسمعونه منك محمد وبراهيم وفاطمة وعائشة وغلاء يسمعون منك دعائك لهم خصوصا في حضرتهم أسأل الله أن يؤلف قلوبكم أسأل الله أن يجمعكم أسأل الله أن يكفيكم شر الشيطان كل ما رأيت صورة من صور التآلف بينهم أثنيت عليهم ومدحتهم لا تجعلون الانتقاد قط في لحظات الخفاء وكذلك في العلن أولادك ترى يؤثر فيهم لما يعني بعض الناس إذا رأي عيال الناس دعا لهم الله يوفقك أولدي لا بل إن في الملائي أشكرهم ودعو لهم الله يبارك لهم والله إن من نعم الله علي أن الله أعطاني أولادا وبناءة الله يوفقهم يبارك فيهم هذا الدعاء في الملأ يؤثر ثلاث مواطن بينك وبين الله بينك وبينهم بينك وبين الناس وحتى لو كانوا حاضرين فهذه الثلاثة المواطن شملتهم بعدلك ودعائك واستغفارك لهم وبإذن الله لن يخيب الله ذلك الأمر عنك الأمر الآخر وصيتي لنوع من أنواع البر الخفي أيها الإخوان والأخوات تآلفكم تراحمكم تعاطفكم تزاوركم بعد وفاة الآباء والأمهات من أعظم صور البر بهم إن أردتم بر آبائكم وأمهاتكم فبروهم بصلتكم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ودي أبيه فإذا كان الإسلام يأمرنا أن نزور أصدقاء والدنا فبالك بعياله فكيف إذا كان مثل ما قالت أم علي إذا كان أخواني من أبوي أو خواتي من أبوي يا أخي هذا أخوان من الصلب يجب زيارتهم ومودتهم والتعاطف معهم والتراحم معهم والألف بهم رسالتي هنا الآن أيضا للزوجات تقبلوا أهل الزوج تقبلوا إخوانه تقبلوا أخواته أنت كذلك أيها الزوج تقبل أهل زوجتك تقبل أخوانها تقبل أخواتها أنكم بهذا العمل الصالح تعينون على البر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن تمشي في حاجة أخيك المسلم خير من أن تعبد الله في هذا المسجد شهرا فكيف إذا كانت حاجة الإنسان بعض الناس والله يا جماعة يتفطر قلبه يريد أخته تجيه البيت ولكن هالزوجة قاعدة بالمرصاد ما تدخل ما تجيه يا أنا يا أختك أعودوا بالله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم هذا من الإفساد في الأرض أعينوا بعضكم بعضا على هذه الصلة وإذا كانوا أخوات زوجتك بيجونها يا سعادتنا ويا راحتنا هذا الذي ينبغي لنا أن نعيشه يكبرون هؤلاء الأولاد حتى أولاد أخذ زوجتك فيذكرونك بالخير أن كان قلبك واسعان وكان خيرك عميمان وكان كرمك جودان إن اشتريت لأولادك عشاء اشتريت لهم معهم وإن ذهبوا مع أولادك اشتريت معهم وإن كذا أشركتهم يكبرون وهم يتذكرون فضلك وخيرك وإحسانك يجود بالنفس إن ظن البخيل بها والجود بالنفس أعلى غاية الجود رائع هذا الجود ولذلك أقول للأخت الكريمة أم غلاء استعينوا بالله ناصحوا أخواتكم شوفوا الزعل هذه ليه ولا تزيروا وازرة مزرة أخرى أخطأ أبوي أخطأت أمه ما يجوز لي أستمر على الخطأ فيزيدوا الإثم بسبب ذلك الأمر كله يعني خدكم سكلة بيت جديد هل يليق بكم أن تفعلون هذا الأمر والله بعض الناس محروم بعض الناس محروم أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه فكيف إذا كان أخوك كيف إذا كان أختك أختك تسكن بيت جديد الآن ما رحت لها ما دخلت عليها ما لازم تأتي بكلفة في يدك أو تعطيها يا أخي دخلتك أنت تكفي دخلتك أنت على أختك تكفي قلت قبل قليل قبل الفاصل مشكلتنا في الكلفة الكلفة حرمتنا من الزيارات الكلفة يا جماعة الخير كلفة في الطبخ كلفة في العشاء كلفة في الغداء كلفة ما لازم يأكلون ما لازم نتكلف ما لازم نتكلف هذه الكلفة اللي ولدت بين المجتمع الآن هذا الأمر كله لا بد أن نعيش مسألة التسهيل والتسهيل مع بعضنا البعض والله ودنا نجتمع